اشتركوا في القناة اشوف شخص هنا معتقل في السجن مجرم معتقل في السجن اترحم انت ترحمه وتدري انه اذا اطلقت سراحه راح يقتل الالاف هل هذه الرحمة له باطلاق سراحه صحيح له غلط غلط لانها خلاف الحكمة الله سبحانه وتعالى رحيم وايضا الله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته هي التي تسير رحمته يعني اذا الرحمة هي مو خلاف الحكمة الله يرحم اما اذا الرحمة خلاف الحكمة الله لا يرحم هذا الشخص الظالم لنفسه المضل لغيره الظالم لغيره هذا ما يستحق الرحمة لذا كان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب اشتركوا في القناة